كثير مننا يبحث عن الوصول إلى الوزن المثالي من خلال حرق الدهون السائدة يجرب كثير من الناس وصفات وخلطات مختلفة وحتى عندما يقومون بالتمرينات الرياضية دائما الهدف يكون حرق الدهون التي غالبا تكون الجزء الأكبر من وزن الجسم كلام الانترنت عبر الموضوع كثير وممكن في بعض الأحيان بعيدة عن الدقة اليوم معنا المدرب الرياضي عمر مصلي ليطلعنا على النصائح الصحيحة لتساعدنا على حرق الدهون عمر يسعى الصباحك صباح الخير الحمد لله شلونك أنت هذا الموضوع حساس جدا يجرح الشعور ويمس المشاعر ويحبط من الواحد شكلت كل العالم من الواحد يلع برياضة ويسوي حمية غذائية ومع هذا يشوف جسمه مدى ينقص الدهن منه بالشكل الصحيح كيف ممكن ننقص الدهون وأبرز المناطق بالجسم اللي الدهون بها تكون مستعصية متراكمة الأول شي بتختلف الأجسام عن بعض بآلية حرق الجسم للدهون يعني بيختلف الرجل عن المرأة بيختلف العمر بيختلف عن طريق الشخص اللي أكبر بالعمر عن الشخص اللي أقل بالعمر طيب بيختلف عن حسب وزن الجسم إذا الوزن لـ 80 ووزنه غير لوزنه 120 كل هدول العوامل بيختلفوا من شخص لتاني عن آلية الحرق وكمية الحرق اللي بتصير أكبر طيب فنحنا أول شي بنا نحكي على العالم اللي خلينا نقول عندهم وزن زايد أو يعني وزنهم لنفترض فوق المية وهنو بيحاولوا بدهم أسرع طريقة أو نصيحة الأحسن لحتى يخففوا نسبة الشحون بالجسم الآن متما نعرف أنه الكبد والقلب هنا المسؤولين عن هذه العملية يعني إذا الكبد ما أعطى إشارة أنه حرق الدهون ما بيصير حرق للدهون أسين فأول عشر دقايق من التمرين نحن نحكي باختصار يعني العشر دقايق على طول الأولى هي ما بيصير فيها حرق دهون بيكون فيها حرق سكريات طيب فالأشخاص اللي بدهم يحرقوا وفات لازم يعملوا فترات طويلة للرياضة بجهد خفيف طويلة يعني كم مثلا يعني مثلا خمسة واربعين دقيقة لساعة لأن أول عشر دقايق ما بيحرق الجسم الفات طيب بيحرق السكريات بس يحمل الجسم بيبلش عاد الدهن في قاعدة بتقول الدهون تحترق على نار السكر يعني إذا ما بلش الجسم حمي وحرق السكر أول بالبداية ما بيبلش بيحرق الدهون فالأشخاص يلي بدهم يحرقوا فات بالدرجة الأولى يعتمدوا بالدرجة الأولى على المشي والمشي البطيء المايا للسريع غير الجري والهروري أو السرع الكبيرة يعني الناس تعتقد مثلا أنه أنا لعب رياضة نص ساعة أتعب نفسي وأموت نفسي لا في عالم يعتمدوا أنه إذا أنا ربع ساعة بيطلع على آلة المشي أو بيركد بخمس دقايق بيأخسمها بيتعب 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 وبينزل فكر أنه هو طلع عمل جهد كتير عالي وحرق كتير كميات كبيرة صح حتى أنا أتوقع أي فهذا الشي غلط يعني أنت لازم تحطي كمية وقت لنفترض 30 دقيقة إذا أنت ماشي جديد أو 45 دقيقة لساعة بيمشي على راحتك بطيء ويفضل المشي بالهواء الطلق وبالصباح الباكر ما يكون على آلة المشي لأن الأوزان اللي تقيلة بيصير في ضغط على المفاصل والجو اللي بيكون فيه هواء نقي بره بيساعد القلب أكتر على الحرق لأنه بيصير الأسهل سحب الأكسجين للجسم للقلب حتى له شوية جو حار لأنه هسا رح يبلش الجو حار الجو الحار بده يكون الواحد يدير باله يمشي بفترات الصباح الباكر يعني يفضل أنه أول ما يفيه الصباح الواحد يمشي لنص ساعة إلى 3-4 ساعة ليحرق من كمية الفات لمخزنة بالجسم زين صحيح المعلومة اللي تقول أنه أنا كلما عرقت أكثر خلال ممارسة الرياضة رح أحرق الدهون بشكل أكبر هل هذا صحيح؟ ما لا علاقة كمية الحرق أو العرق اللي بنزل من الجسم هو نتيجة السواء اللي مخزنة بالجسم في أشخاص الهرمونات عندها مختلفة عن أشخاص تانين فبيصير عندهم بجوز أنتي وقاعدة يتوتر يعرق يصير بيعرق كثير وفي شخص بيلعب رياضة بيلعب 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 ما بيعرق كثير فبيكون أكيد هذا عم يحرق وهذا عم يحرق من هو ألف يحرق عمار؟ المريال هو الرجال؟ الرجل أكثر طبعاً لماذا؟ لأن أول شيء المسؤول على نسبة الحرق بالجسم هي نسبة العضلات واللي بالجسم ونسبة الفات ونسبة هيكلة الجسم من جوه بشكل عام فالرجل على طول أوزن بعضلات جسمه يعني كمية العضلات بالجسم أكبر عند المرأة بيحتاج كالوري حتى أكثر بوجبات الأكل فسيعمل دايت الرجل عن المرأة المرأة مثلاً بيعطوها ألف ومئتين كالوري مثلاً الرجل بيغير بيكون نسبة الكالوري تبعه أكبر يعني ممكن يوصل للألفين عرفتي؟ زين أكثر مناطق عمار بالجسم اللي تجمع بها الدهون ويصعب إزالتها المناطق اللي معروفة هي البطن والوراق ليش؟ هلأ في تفصيلة الجسم الواحد لأنه في مناطق فيها عضلات وفي مناطق فيها أربطة عضلية يعني مثلاً منطقة الظهر في مناطق ما فيها في المنطقة اللي هيك بيجي الظهر هي أربطة عضلية منطقة البطن كاملة فيها عضلات يعني لونه فيه مثلاً هي خلقة رب العالمين بأنه كان طالع البطن بالظهر لو تجمع الدهون فلا تتجمع بهذه الطريقة بالظهر تتجمع بالبطن وبالأوراق وآلية الحرق أنا بنصح لواحد أشخاص نحن طبعاً نحكي للأشخاص اللي مانون كتير رياضيين ويحاولوا يصيروا رياضيين أو يحاولوا يحرقوا كميات أكبر تكون العادة اليومية هي الأساس يعني الأشخاص اللي بيتحركوا بشكل يومي بمجالات مختلفة بالحياة بيحرقوا 400 كالوري زيادة عن الأشخاص الكسولين يعني هاي زيادة عن طاقة الجسم اللي بيمشوا كتير بيتحركوا بينزلوا بيطلعوا دراج بيتحركوا كتير هدول في 400 كالوري زيادة بيحرقوا غير اللي عم يحرقوا لأن الجسم بفترة التعب بصير بيحرق حتى بفترة الراحة يعني أنت إذا بتلعبي رياضة بعد الجيم بيضل جسمك لساعة أو لساعتين عم يحرق كالوري مو أنت إذا بتحرق مثلاً بتحطي مثلاً على الساعة تبعك أنه أنت حرقتي 600 كالوري أو 500 كالوري إذا بتلاحظي بعد ساعة رجعي شوفي أنت إستل حرق لأن الخلايا بالجسم نساعة عم تشتغيل بس هاي لازم نرجع مناكل نعم بدك تاكل أكل يفيد العضلة صحي بدك تاكل شيء يفيد التمرين تبعي لأنه أنت العضلة يريد بروتين فأنت لازم تأخذي بروتين للعضلة بعد إذا بدك تاكل وجبة بدك تأخذيها فيها بروتين وبدك تشربي مية كتير هسا داريد أسألك يا عمر يقولون اتمرن أنت وعرق وقضي وقت بالرياضة ولا تشرب مية لأموزين تشرب عبدا مو صحيح المية كتير مهمة حتى الأشخاص الذين عندهم تحبوا السوائل بالجسم يفكر أنه إذا أنا منعت المية إذا عندي تحبوا السوائل إذا منعت المية عن حالي معناته لازم تروح للسوائل بالعكس تماما المية لازم تكون كتير مهمة ومينموم لترين لتلاتة لتر بين الشاب والمرأة والشخص الرياضي أو الجو الحار كمان لسه بالطلاب أكتر الشخص الرياضي لازم يضل يشرب مي بفترات منقطعة وفترات قليلة يعني بفترة الرياضة إذا عم تعملي رياضة ما بصير تشرب مي بكمية كبيرة لحتى تصير المعدة تتعبل المعدة لا مريحة تصير المعدة لازم تضلي كل خمس دقائق كل دقيقتين تشرب شوي تضلي عم تشرب فترات متكررة عرفتي ما تقطعي حالك ساعة وبعدين تشرب مثلا كمية كبيرة ما رح تدري تتمرني صح هلأ بالنسبة للرياضيين يعني في أشخاص مثلي أو مثل أي شخص رياضي بس بحاجة بدون ينشف نسبة الفات نحن نعمل عطول لأن نسبة الحرق بالجسم هي مثل ما قلنا في الفترة الأخيرة بعد ما يحمل الجسم فمنعمل الكارديو عطول الرياضيين يعرفون أنه منعمل الكارديو بعد التمرين يعني الأشخاص يبدون ينحفوا بيعملوا كارديو نفترض ماشي ساعة أول عشر دائق يحرق سكر بعدين بيبلش حرق الفات بالجسم الأشخاص الرياضيين بيعملوا التمرين تبعهم بيحمي بيعمل تمرين الجيم تبعهم بعدين بيخلي فترة الكارديو لآخر شي لأنه بيضمن هيك أنه تماما هو عم يحرق فات أصلي من اللي بالجسم نسبة السكر اللي بالجسم والغليكوز بيكون كلهم حرق واستهلكوا بالتمرين فبصير أنت تاخدي فات أصلي عم يحرق من الجسم من الفات الأصلي هذا اللي بدوني ينشفوا أو يعملوا تنشيف للجسم طيب شكرا جزيلا على كل نصائحك أتمنى بسهولة الناس تقدر تسويها لأنها دائما صعبة طبعا شكرا جزيلا أمر مصلي المدرب رياضك معنا في هذه الفقرة ترجمة نانسي قنقر